وعليك دينا لا يخال الإعلامية والمتميزة دائماً أنا أحبك كثيراً على الشاشة أنا أعطي أهل وسهلة فيك أحبيبت دامة إسلامي والله يعطيك العافية الله يعطيك المميزة يعني إحنا متابعها من بره كنا يعطيكم ألف عافية يعني أبدأ معك دكتورة ميسا لما نقول إحنا خلية نحل خلية نحل يمكن شوي شرحنا عن العمل الإعلامي والتلفزيوني وبرنامج يوم جديد لكن إمتى صعوبة والتحديات التي تواجهك ببرنامج يوم جديد هو برنامج يوم جديد من المعروف أنه أكبر فريق عمل في التلفزيون الأردني يعني تقريباً إحنا 42 شخص وأنا بوجههم تحية اليوم ولولا هذا الفريق الكبير واللي طبعاً جهوده مشكورة البرنامج ما بيطلع الهواء إدارة فريق كبير يعني تكمن الصعوبة في إدارة فريق كبير وتوجيه توزيع المهام بشكل يعني اللائق حتى نطلع بهذا البرنامج بالإضافة أنه برنامج يوم جديد يوم برنامج يومي يعني إحنا منستبت للخميس وعننا شغل لود عالي جداً وطبيعة البرنامج تطلب نواكب الحداث ونكون أول بأول مع المشاهد بحيث أنه نوصل له الصورة اللي يعني اللي بتحدث في المجتمع وبالعالم بشكل عام بلا شك يعني هو كأي برنامج صباحي بيكون فيه شغل كبير مش مثل البرامج الأسبوعية اللي بتكون مثلا مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع وكمان فيه فريق كبير واقف بورا برنامج يوم جديد بس الفريق إحنا كبرنامج يوم جديد عنا فريق من الهندسة المصورين الفنيين أيضاً لو لا وجودهم معنا نوجلهم تحية اليوم ما بيطلع البرنامج كمان بالشكل اللائق والعلاقات الدولية بيوفروا لنا كمان خدمات إنتاجية كبيرة زي البث اللي ما مطلع من بره إحنا طلعنا برنامج يوم جديد طلع من بره الأردن طلعنا من القاهرة طلعنا أربع مرات من فلسطين وإحنا نعتبر البرنامج الوحيد في العالم اللي استطاع أنه بث أربعة ساعات ونصف بث هوا مباشر من المسجد الأقصى هذا كمان شغل كبير لما بتحكي كبرنامج يعني في التلفزيون الأردني أيضاً علاقات الدولية بوفرولنا البث المباشر وحجز الأقمار الصناعية وأيضاً بيكون في عنا تكريم لبعض الضيوف بوفرولنا الدروع بوفرولنا الأوسيمة هذا كمان شكر بوجه شكر لدكتورة شرين العواملة أيضاً بتساعدنا كثيراً بالإضافة لإدارة التلفزيون الأردني عطوفة رمضان الرواجدة الله يطول عمره إن شاء الله أتمنى له التوفيق في المكان الجديد وأيضاً عطوفة محمد الطراونة بيدعموا البرنامج بشكل مباشر بوفرولنا التسهيلات طبعاً كمان بدي أتحدث عن مذيعاتنا مذيعات برنامجه مجدد احنا عنا ست مذيعات وماشاء الله عليهم متميزات وعندهم روح العمال الجاد يعني ودائماً موجودين وستاند باي يعني إحنا بعتبر البرنامج مثل الجيش مثل كتيبة الجيش اللي فوراً أي حدث عالمي أو محلي إحنا مطلوبنا نغطي وغطينا أحداث كثيرة يعني إحنا كان في عنا أحداث للأسف كانت حزينة نوعاً ما قمنا بتغطيتها وأيضاً الاحتفالات الكبيرة بالمملكة وعيد الاستقلال عيدنا يوم الثلاثة حلقة خاصة بمناسبة عيد الجلوس رح تقدمها لنا وزميلنا مجحمل عدوان بنكون موجودين لا تنسي التلجات يعني التلجات تدل حالهم حكاية والبرنامج فريق كبير بالنام بالتلفزيون يعني إحنا مرة فترة أنه أنا وياكي يمكن نمنا يومين هون بالتلفزيون يمكن المشاهد ما عنده فكرة عن طبيعة هذا العمل لأنه بشوف البرنامج لا تساعد بالهواء وفي البعض بوجهنا بعض الانتقادات اللي إحنا منرحب دائماً بالنقد الإيجابي أكيد لأنه هاي الفيد باك اللي بتوصلنا بتساعدنا نحسن عملنا إلى الأمام وفيه كثير من المشاهدين متواصلون ومعنا بشكل مباشر لأنه حتى إحنا الأفكار اللي بتكون داخل محتوى البرنامج إحنا بناخدها من بعض الأصدقاء البرنامج للمشاهدين بتمنى نرتقي يعني بشغلنا ونوصل للرسالة الإعلامية الصحيحة المتوازنة ونكون عند حزن نظن الجميع إن شاء الله إن شاء الله دائماً لانا يعني الحروف الموضوع أني أنا اليوم ضيفة أنت اليوم؟ حس إحساس غريب إحساس غريب شعور الضيف مش سهل على فكرة أنني استنى دورك وغرفة الضيفة عشت الدور عشتي اليوم يمكن أنا حبيت وطلع تقرير حكينا عن كيف إحنا منعد ومنحضر وخلية الناحية للبرنامج لكن إحنا إحنا مضطرين طبعاً سالم مخرجنا بقول لي لازم فاصل وأنتوا يعني عارفين لازم ناخد فاصل ونحكي مع لانا عن طبيعة عمل كمان الموزيعة فاصل ونرجع ثلاث ساعات ونص على الهواء خذي أنت الفاصل يلا فاصل ونرجع ترجمة نانسي قنقر 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 وأنت بتعدي وبتحضري حلقتك لكن يمكن يوم الحلقة بذات هذا إشي مميز مختلف. قبل الحلقة في يوم؟ قبل الحلقة في يوم ويوم الحلقة بحب أن المشاهدين يعرفوا كيف تقوصنا ببرنامج يوم جديد أنا بدي أصبح لك إدامة والله يعطيك العافية ونصبح للمشاهدين اللي دائما بيتقبلونا في بيوتهم صباحا وهذا البرنامج أنا زي ما دائما بحكي أنه صار جزء أساسي من كل بيت أردن يعني إحنا يمكن نفس الإشي أنت بتصاطي أنه نمشي في الشارع يوم جديد هلا يوم جديد زي ما حكت الدكتورة مايسا أنا مش رح أضيفه كتير بأنه هذا البرنامج له خصوصية. إنه برنامج يومي وبديك تضلي متابعة كل تطورات اللي عم بتسير والمستجدات فدائما إحنا لازم نضلي في قراءة تدخلي على المواقع تدخلي على الصحب تشوف شو أحداث الأردن وأحيانا إحنا في تقطية بتكون يعني مع نشاطات للأردنيين خارج الأردن التحضير أبدا مش سهل. يمكن المشاهدين بيضلوا يسألونا أنه على الهوى سهل. الهوى سهل كتير. إحنا مجرد ما ندخل الستيديو نشعر كأنه خلص يعني انتهت الرحلة يعني كتعبنا هي اللي صعب مرحلة إعداد المادة. الإعداد كتير أصحب من التقديم. وانتي بتعرف إداما يعني المعد بدي يكون متمكن من معلومته. إحنا عملنا بحث دراسي لحاله يعني أحيانا نضيف باستغرق منا أيام طويلة وإحنا عم منعد ومنحضر ومنتابع معه حتى آخر لحظة يدخل الستيديو حتى نحطي الفقرة حقها. فأنا اللي بحكي هي مرحلة الإعداد اللي صعبة. ويمكن كمان خصوصية يوم جديد هي صحية الفجر. الناس بيسألونا إنه أي ساعة تكونوا في التلفزيون. إحنا منصحة أربعة وموصة خمسة يعني. منصحة الصوح نشرب القهوة من صح صح ومنطلع للبرنامج. بس أنا بدي أستغل وجود اليوم كضيفة. هذا البرنامج له كل الفضل. علي أنا كلانا. يمكن أنا هيك ببين عمري. أنا طبقت هذا الشهر ثلاثة اللي راح 13-14 سنة في البرنامج. البرنامج أعطاني كتير. وعرفني على المشاهدين. عرفت ناس ونبنت صداقات يمكن بيناتنا أبدية من خلال هذا البرنامج. البرنامج زي ما إحنا منتحب عليه. برضو هو تعب علينا. إحنا ما مننسى. نشكر إدارة التلفزيون كمان لدعمها المتواصل لهذا البرنامج. نشكر كل زملائنا. يعني هؤلاء الجنود المجهولين اللي خلف الكاميرات. والمخرجين. زملائنا المخرجين يعني الرائعين. أكيد فريق الإخراج متمين. إلهم تعبوا. بتم دائماً تواصل معهم لإعداد المادة. ونتمنى أنه أنا وكل زميلاتي طبعاً وبإشراف الدكتورة ميسا وكل فريق الإعداد والتنسيق. أنه دائماً نحصل على رضا المشاهد. وناخد كل انتقاد بناء. أنا دائماً لانتقاد البناء. يعني ناخده في عين الاعتبار. وإن شاء الله يعني يوم جديد بيظلوا مستمر بهمة الموجودين واللي رح يجوا إحنا واكبة أجيال في هذا البرنامج. هو يوم جديد مدرسة. يعني حتى إحنا كثير يجينا عنا متدربين من كليات الصحافة والإعلام بتدربوا عنا ببرنامج يوم جديد. وبعتقد أنه أي شخص يريد يشتغل إعلام صحي يعني تحديداً إعلام مباشر علىه. يعني يوم جديد أكبر أكثر مكان. وممكن يعطيهم هذه الخبرة. وهذه المهنية العالية في العمل. أنا بسميه خدمة عسكرية لأنه المزيع إذا دخل فيه يتعب. يعني مش سهل العمل في يوم جديد أبداً. صحيح. فبيأخذ القاعد الأساس الصحبي. يعني إحنا خلينا ن نحكيها بالأردنيين. ندعك المزيع مظبوط. بالضبط. عشان هيك. هو مدرسة أنا بأقول. مدرسة. مع الصبح أوزي. لحمة مفرومة مع. خلص أحياش. يعني هي عملت الرز بعدين حطيتي الخضار هلا. ومن فوقها لحمة والجاج. أنا بدي أشكرك هلا. نوفا لي يعطيكي ألف عافية. بدي أشكرك دكتورة ميساء مصر الرواج. أنا بدي أشكرك لأنه أنت كمان من عضاء الفريق مميزين والمجتهدين. شكرا لك. أحلي بدي. يعطيكي العافية لنا. وطبعا نوجه تحية كمان كبيرة لمدير البرامج أستاذ مهند الصفضي اللي بتابعنا كمان دقيقة دقيقة. يعطيكي العافية لنا.